اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل قد يسود المرء من دون أب وبحسن السبك قد ينقى الدغل إنما الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل أنا مثل الماء سهل سائغ ومتى أسخن آذى وقتل اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكر لأيام الصبى فلأيام الصبى نجم أفل إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل وترك الغادة لا تحفل بها تمس في عز رفيع وتجل وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل وهجر الخمرة إن كنت فتا كيف يسعى في جنون من عقل واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل صدق الشرع ولا تركا إلى رجل يرصد في الليل زحل حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغني القلل أين أرباب الحجى أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل أطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول وهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم إرغام العدى وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطقة بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم اذهبي في الطراح الرفض لا تبغي النحل فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلعل ملك كسرات غن عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل كم جهون بات فيها مكثرا وعليم بات منها في علل كم شجاع لم ينل فيها المنا وجبان نال غايات الأمل فاترك الحيلة فيها واتكل إنما الحيلة في ترك الحيل أي كف لم تنل منها المنا فرماها الله منه بالشلل لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل قد يسود المرء من دون أب وبحسن السبك قد ينقى الدغل إنما الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل غير أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أم أقل اكتم الأمرين فقرا وغنا واكسب الفلس وحاسب من بطل والدرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل بين تبذير وبخل رتبة وكلا هذين إن زاد قتل لا تخض في حق سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل وتغاضى عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل ليس يخل المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل مل عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلا نقل جانب السلطان واحذر بطشه لا تعاند من إذا قال فعل لا تل الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل إن للنقض والاستثقال فيه لفظة القاضي لوعظا أو مثل لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل نصب المنصب أوها جلدي وعنائي من مدارات السفل قصر الآمال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصير الأمل إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل غب وزر غبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أقصاه الملل لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل خذ بنصل السيف واترك غمده واعتبر فضل الفتاة دون الحلل حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل فبمكث الماء يبقى آسنا وسر البدر به البدر اكتمل أيها العائب قولي عبثا إن طيب الورد مؤذن للجعل عد عن أسهم قولي واستتر لا يصيبنك سهم من ثعل لا يغرنك لين من فتن إن للحيات لينا يعتزل أنا مثل الماء سهل سائغ ومتى أسخن آذى وقتل أنا كالخيزور صعب كسره وهو لدن كيف ما شئت فتل غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقل كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا أو أفل للذي حاز العلام هاشم أحمد المختار من ساد الأول وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة